السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو سنتحدث فيه عن قصة من القصص التي وردت في القرآن الكريم وتحديدا في صورة القلم وهي قصة أصحاب الجنة أو قصة أصحاب البستان إذن هذه القصة تحدث عنها الله تعالى كما قلنا في صورة القلم ابتداء من قوله تعالى إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إلى غاية قوله تعالى كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذن ما هو مضمون هذه القصة لماذا عاقب الله تعالى أصحاب البستان هذا ما سنتعرف عليه في هذه القصة قصة أصحاب الجنة إذن قصة أصحاب الجنة تدور حول ثلاثة إخوة كانوا يعيشون بأرض اليمن قديما أوصاهم أبوهم قبل وفاته بالمواضبة على إخراج الزكاة من ثمار البستان كما كان يفعل وهو على قيد الحياة لكن بعد موت الأب قرر حرمان الفقراء حقهم في الزكاة ولما نضجت ثمار بستانهم اجتمعوا واتفقوا على جني الثمار في الصباح الباكر حتى لا يراهم أحد وعدم اقتطاع نصيب المساكين من الثمار فأرسل الله نارا أحرقت بستانهم وحولته إلى بقايا سوداء وفي الصباح الباكر لما ذهبوا إلى البستان ووصلوا إليه لم يتعرفوا عليه واعتقدوا أنهم تائهون والحكمة من هذه القصة هي أن الله قادر على سلب النعمة من العبد إذا حرم الفقراء والمساكين حقهم ومنع عنهم الزكاة ولم يشكر الله على النعم التي أنعم عليه بها إذن كما رأينا في هذه القصة فقصة أصحاب البستان فهي تدور حول ثلاثة إخوة وهؤلاء الإخوة كان أبوهم مواضبا على إخراج الزكاة من ثمار البستان ومنحها للفقراء والمحتاجين لكن بعد وفاة الأب قرر هؤلاء الإخوة حرمان الفقراء من حقهم في الزكاة واتفقوا على جني المحصول في الصباح الباكر حتى لا يراهم أحد وحتى لا يأتي عندهم أحد الفقراء أو المساكين ليطلب الزكاة وعندما خرجوا في الصباح الباكر متوجهين إلى البستان ووصلوا إليه وجدوا البستان قد تحول إلى رماد وأتت النار على المحصول على المحصول بشكل كامل فلم يتعرفوا عليه وقالوا إن لضالون أي إن لتائهون بحيث ظنوا أنهم ليسوا في الحقل الذي أو في البستان الذي كانوا يملكونه والله تعالى أرسل عليه نارا حولته إلى رماد وأحرقته بالكامل وفي الأخير هؤلاء الإخوة أحسوا بالندم وصار بعضهم يلوم بعضا ولكن ولكن تابوا في الأخير واستغفروا الله وطلبوا من الله تعالى أن يرزقهم بستانا آخر وأن يعوضهم هذا البستان الذي كانوا يملكونه إذن كما رأينا فالحكمة من هذه القصة هي أن الله تعالى قادر على أن يسلب النعمة من العبد إذا لم يشكره عليها وإذا لم يتصدق منها ترجمة نانسي قنقر